حتى الآن السلطات الجيبوتية لم تصدر أي ردة فعل رسمية لكن التخوفات ما زالت موجودة حتى الآن تخوفات من وقوع كارثة أخرى وغرق سفينة أخرى غير السفينة روبيمار التي غرقت ربما لكونها بعيدة وأقرب إلى الساحل اليمني يبعد الخطر بعض الشيء هنا عن السواحل الجيبوتية لكن هناك تخوف بالطبع من أن يصل تأثير الزيوت والمواد الكيميائية والنفط إلى السواحل الجيبوتية التي أثى بصورة كبيرة على الصيادين معي الآن نحن في أحد المراكب في السواحل الجيبوتية ومعي الآن أحد الصيادين الذي يمكن أن يحدثنا عن تأثير الوضع في البحر الأحمر وباب المندة واستهدافات المستمرة وكذلك التصرب النفطي الذي حدث وغرق السفينة روبيمار يعني كيف تسير الأمور هل تأثرتم وتأثر صيدكم بما حدث؟ أولا، لماذا إلى الساد حين هذا المشكلة هذا الساد يموت؟ بعد ذلك الساد إذا لم يحصل مع الساد هذا نقص الساد يموت بعد ذلك نحن نقلب من الجيم ما فيش هذا المشكلة كله من الساد من الساد الذي يتعفر بالبحر بالبحر الأحمر مكانه المند والريح يجيبه هنا وبعد ذلك المشكلة هذا إلى السديد والله مش تمام طيب يعني والاستهدافات التي تحرض استهداف السفن هل تخافون أن يتم استهدافكم بمسايرات صواريخ أشياء مثل هذه هل تخافون أن يتم؟ نعم نعم نخاف نعم مشكلة هذا كمان نخاف نعم إنه إلى الساد ما فيش الشعر حق الساد كمان يزيد المشاكل حقه أكثر بعد ذلك على كيف مليء الزاد هذا والله بيجيب مشكلة كثير للسمك للسمك يجيب مشكلة كثير بعد ذلك إن شاء الله ربنا بس يسهل لكن هذا مش تمام طب هل زادت الأسعار يعني زادت الأسعار بالنسبة إليكم يعني أو بالنسبة للمستهلكين الذين يأخذون منكم هذا السمك؟ السمك السعر يترفع كل حاجة يستوي يترفع مرة واحد بعد ذلك مشكلة كمان كمان هذا مشكلة تانية هذا طيب أحمد بما أن المواطنين كما نرى متضررون عادوا ما فيش عادوا ما فيش لكن سابرين إن شاء الله أحمد بما أن المواطنين متضررون كما رأينا وكما أيضا أفدتنا بنشرات سابقة هل السلطات هناك أخذت إجراءات على غيرار باقي الدول المتضررة أو تنوي اتخاذ إجراءات إضافية؟ حتى الآن لا يوجد إجراءات واضحة الدولة نفسها تعيش على الموانئ هناك أحد الموانئ كما تشاهدين من خلفها الدولة تعيش على هناك ميناء أيضا في الجانب الآخر تعيش على اقتصاد الموانئ والشحن والحويات الموانئ شبه متوقفة هناك حالة من الصعوبة البالغة في وصول وصول السفن إلى هنا العبور للبحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تستطيع الدولة أن تفعل شيء خاصة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول المشاركة في حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب لا تستطيع أن تفعل شيء بما الحثين لذلك سيستمر هذا الأمر يبدو إلى فترة غير متوقع نهايتها أو أمد غير معلوم وهذا سيؤثر بالطبع على المواطنين لكن الأهم هو أن جيبوتي تقول أن هذا لن يؤثر فقط على المواطنين هنا وأنما سيؤثر أيضا عليهم في أوروبا وفي أسيا وفي غيرها من البلدان لأن ارتفاع أسعار وتكلفة التأمين وأسعار الشحن وغيرها هذا لن يتوقف فقط على هنا